اكد سعادة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن استدامة القطاع الصناعي تكمن في توطين الصناعات والتعاون الإقليمي والدولي سعيا لتحقيق التكامل نعم جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في مدينة دبي وقد تناولت الجلسة عددا من المواضيع كضرورة تطوير سلسلة الإمداد المحلي وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصعوبات خاصة في ظل التوترات الجيو سياسية التي يشهدها العالم اليوم وأهمية تبني سياسات تقدمية داعمة لجهود تطوير القطاع الصناعي المحلي تسهم في تعزيز استدامته بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في دمج تكامل سلاسل التوريد مع الدول المجاورة بهدف تقليل الاعتماد على التجارة الدولية في حالات الطوارئ وأهمية تطوير العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون الصناعي في المشاريع المستدامة الهمة بيّن سعادة الوزير أن مملكة البحرين اتخذت عددا من التدابير لمواجهة التحديات العالمية التي واجهت سلاسل الإمداد عبر وضع خطط على المدى القريب والبعيد